بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة الكرام أيها الإخوة المشاهدون هذا الرسالة الأولى أحبت أن تكلم فيها شوية على فتنة الحرائق كين حريقوا كين حريق كين هذا الحرائق اللي رهي مشتعلة في ولاية تيزوزو ولاية بجاية وغيرها من الولاية تتاع الوطن هذه الحرائق النسل سقطوا فيها وليقضوا فيها نحبهم نحتسبهم عن ضرب سبحانه وتعالى من الشهداء سواء كانوا من المدنيين أو كانوا من العسكريين سواء كانوا من أهل منطقة القبائل القبائل الصغرى والقبائل الكبرى أو كانوا من جنودنا ورجالاتنا من مناطق مختلفة من الوطن هذه الحرائق تحتاج إلى تكاتف كل الجهود بشتطفى لكن لازم علينا يا خوة انحاذروا مليح انحاذروا مليح وانتنبهوا مليح إلى حريق آخر أو حرائق أخرى لممكن يعني تقطع كل أواصر وكل حبال لتعالى الأخوة اللي موجودة بيناتنا كين بزاف الناس المتربسين وكين بزاف أعداء هذا التلاحم وهذا التماسك الشعبي ما عجبهمش الحال أنه هذا الهبة الوطنية لرهي يرسمها الشعب الجزائري بكل شبابه بكل صغاره وكباره بكل إمكانات تتاعه لرهي تجند في شكل رجل واحد كين لما عجبهمش هذا التماسك وهذا التلاحم وهذا الأخوة وهذا التآذر وهذا التساند وبالتالي هذا الناس لرهم يشوفهم مثل هذه الهبة المجتمعية كلها يحاولوا بأية صورة من الصور أنهم إذا كان الشعب الجزائري انجح في إطفاء هذه النيران في الغابات لازم يحاول قدر الإمكان أنه يشعل نيران الفتنة ويقطع هذا الأواصر وهذا المحبة وهذا التكاتف وهذا الأخوة المجتمعية لذلك يا خوتي انتبهوا جيدا انتبهوا جيدا انتبهوا جيدا حريق قطع أواصر الأخوة ما بين أفراد المجتمع الواحد أصعب وأخطر من حرائق الغابات لازم انتابهوا لهذا الأمر وربي بارك فيكم وربي جازيكم والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر